المشهد ذاته يتكرر كل سنة طوابر من الشباب والرجال والنساء وحتى الشيوخ يصطفون ويتدافعون أمام باب مصلحة الحالة المدنية حتى قبل الدوام الرسمي يحملون الدفاتر العائلية منتظرين دورهم في بعض البلديات يصل عدد الوثائق المستخرجة في اليوم الواحد ما يقارب الألفين نسخة مما يجعل أعوان الحالة المدنية يعيشون ضغطا كبير فضلا عن التكلفة المادية لذلك هذا اليوم لدينا اكتذات كثير تحت لامت ونحن رأينا موفرين قبل العمال الحالات المدنية والملحاقات رأيهم في خدمة المواطنة بلدية المقارية أكيد أن الحالة المدنية على مستوى البلدية تعرف اكتذات كبيرة كان هناك ألفين وثيقة تستخرج يوميا أكيد دخول مدرسة على الأبواب أكيد كوثائق تستخرج الأولاد وبالرغم من أن التطور الرقم الملحوظ الذي أتاح للمواطن إمكانية استخراج الوثائق عبر الأنترنت من خلال مواقع وزارة الداخلية إلا أن المواطن يفضل التنقل إلى البلدية لا سيما سكان الأحياء الشعبية إذن هي فوبيا الوثائق يعيشها الأولية مع كل دخول اجتماعي تخلف طوابير من الناس أمام الحالة المدنية وتخلق ضغط كبير على مصالح الحالة المدنية